تعد السجون المنتشرة في أنحاء إيران وصمة عار في تاريخ نظام الولي الفقه حيث تمارس في تلك السجون أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات بحق السجناء السياسيين والمعارضين لسياسات نظام الولي الفقه التخريبية في الداخل الإيراني والمنطقة والعالم التقدير تليصلت الضوء على أبرز تلك السجون وما يقف خلفها من انتهاكات لطالما عرفت إيران بانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثق الدولية وذلك منذ أن سرق نظام الولي الفقه ثورة الشعب الإيراني عام 1979 وأتتجسد هذه الانتهاكات في تعذيب السجناء بأبشع السبل وإذلالهم وإرهابهم وانتهاك أبسط حقوقهم وإخفاء كل هذه الجرائم عبر نظام استخباراتي قوي يحاول دائما إخفاء هذه الحقائق على المجتمع الدولي والمحلي ففي سجن جرتشك يقع في صحراء شرق طهران يعرف بأنه أخطر السجون في إيران وأسوأها نظرا لوجود التعذيب والظروف الصحية والنفسية السيئة المفروضة على السجينات هذا السجن هو الأكثر خطورة والأسوأ سمعة من بين سجون النساء في إيران وذلك نظرا لوجوده في صحراء قاحلة بالقرب من بحيرة للمح ويستوعب أكثر من ألفي سجينة رغم ضيق من ساحته ولا يتم فرز السجينات حسب الجرائم مما يتسبب بحدوث الكثير من حالات العنف نهيك عن انعدام الخدمات الصحية وانتشار حالات التعذيب في السجن والعديد من أنواع التعذيب بما فيها الاختصاب أما سجن كارون الواقع في وسط مدينة الأحواز الذي يعتبر أكبر سجون محافظة خوزستان يضم أكبر عدد من السجناء في تلك المحافظة ينقسم إلى عشرة أقسام حسب وضعية السجناء أو الجرائم القسم السياسي أو الأمني هو الأهم في هذا السجن لأنه يضم كل المعتقلين السياسيين وتمارس فيه أبشع أنواع التعذيب سجن إيفين يضم في داخل جدرانه العالية التي مات فيها مئات نشطاء نتيجة الظلم والقهر وهو ما جعله من أشهر السجون في العالم ويوصف بأنه مقبرة المعارضة الإيرانية ويعد سجن إيفين شديد الحراسة معتقلا للسجناء السياسيين في إيران ويحظى السجن بصيط سيء جراء الجرائم السياسية والحقوقية منذ عام 1979 سجن مدينة ياسوج يقع في وسط طهران اشتهر باعتقال النساء وإخفائهن قسريا إلى أجل غير مسمى ويضم العديد من المعتقلات السياسيات التي شاركنا في العديد من الأنشطة السياسية ضد ممارسات نظام الولي الفقيه ويواجه المعتقلون السياسيون في هذا السجن أقسى العقوبات والتعنيف المستمر من اختراق لكافة المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق السجناء سجن رجاء شهر يقع في مدينة كرج شمال غربي العاصمة طهران وقعت به أبشع المجازر واشتهر على الصعيد العالمي بعد أن أعدم النظام فيه 21 مواطن كردي في أغسطس من عام 2016 وتتنوع الانتهاكات في سجن الكرج بين التعذيب الشديد والانتهاكات الجنسية وحتى الحرمان من الرعاية الصحية بحسب ما أفاد مرارا العديد من المعارضين الإيرانيين ظلم وتغيان يمارسه النظام في إيران على مختلف مكونات شعبه تتجسد وحشيته في التقارير المتوالية التي ترصد حجم التعذيب الذي يواجهه المدنيون في سجون النظام والذي تصل فيه الإعدامات إلى 16 حالة إعدام يوميا نعم إنه نظام الولي الفقه ترجمة نانسي قنقر